بيصدره أو تغريدة لنجمنا شريف إكرامي واحد من أفضل حراس في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الأهلي ونجل الحارس العملاق وحش أفريقي الكابتن إكرامي وهو غني عن التعريف شريف طبعا بإمكاناته الكبيرة وإسهاماته الكبيرة مع النادي الأهلي على مدار مواسم سابقة كان فيها هو الحارس رقم واحد أو الأساسي في الفريقين في منتخبنا الأول لكرة القدم وفي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بيغرد على تويتر شريف إكرامي بيقول في تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيعلن عن نوايا أو رغبته في الرحيل مع نهاية الموسم والانتقال والتفكير في بعض العروض اللي ممكن يتلقاه في الفترة القادمة أو إمكانية أن يأخذ تجربة تمثيل فريق آخر بخلاف النادي الأهلي بيقول في البداية أود أن أشكر مسؤولي النادي الأهلي سواء كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا وكل التوفيق لهم فيما هو قادم من منافسات وبطولات شكرا جزيلا لكل مدرب حراس مرمى بيشكر شريف إكرامي النجم الكبير كل مدرب حراس المرمى وكل مدير فني تولى تدريبه في سواء كان يتكلم عن المنتخب أو النادي الأهلي بيقول لكل مدرب حراس مرمى ولكل مدير فني تعاملت معاه ولعبت تحت إشرافه الفني دور وبصمة فنية وتأثير إيجابي على مستوية كحارس مرمى لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي لكن في نفس الوقت بيحاول بيقول أنه كان بيحاول جاهدا السيطرة على رغبته وهي رغبة طبعا محمودة ومشروعة عند أي لعب عنده خبرات شريف إكرامي نجمنا الكبير في التواجد داخل الملعب وأنه كان دائما أبدا عنده رغبة ملحفة في العودة للمشاركة بصفة أساسية في المباريات محليا ودوليا بيقول هذه الفترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي كحارس مرمى أو لعب كرة محترف التزامي الكامل مطبقا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي الأهلي وبيضيف صراع معنوي كبير أو صراع معنوي شديد أكبرني على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه والفريق الذي لم أتخيل أن أحمي عرين آخر سواء فالقرار كان عبءا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتني على اتخاذ القرار بيقول كمان ويضيف شريف إكرامي بعد مشوار امتد لأكتر من 23 سنة كناشئ ولاعب في الفريق الأول مع اقتراب نهاية تعاقده الحالي بيقول أنه استخرب بنا سبحانه وتعالى فقد استخارته الله في اتخاذ أهم قرار أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة الحالي والمجلس الذي أكن له كل احترام وأحمل له كل احترام وتقدير لما استشعرته أيضا من حساسية الموقف تجاه هذا الملف استمراره من عدمه مشاركته أكاء أساسي من عدمه كل هذه الأمور كان بيحاول أن يرفع الحرج عن المسؤولين في النادي إداريا وفنيا وبيتخذ هو المبادرة لإبداء رغبته في الانتقال أو خوض تجربة جديدة يشارك من خلالها كأساسي في فريق أو في نادي آخر من أنديات كرة القدم في مصر 23 عام اعتدت فيهم على تحمل المسؤولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم أكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي وظل هذا في خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعارين بالجهد الشاق والصبر منتظرا فرصة حقيقية ولكن يوم انتل والآخر يصبح الواقع أكثر صعوبا طبعا دي أمور بيمر بيها كل لعب وكل حارس مرمى وكل نجم من نجوم كرة القدم أصحاب الخبرات على المستوى المحلي في مصر أو عالميا ودوليا في أي بلد وفي أي قارة لأنه حصيلة الخبرات دي بتخلي اللاعب عنده طموح مشروع أنه يشارك في نفس الوقت بندخل في عوامل المنافسة مع عناصر أخرى بتاخد المكان أو العجلة بتدور وبيقى فيه تبادل للأدوار الأساسي بيبقى بديل في بعض المباريات الأخرى البديل بيذهب في اتجاه الاعتزال مع التقدم في العمر أمور طبعا متغيرة ولا يبقى شيء على حاله في أي شيء وخاصة في كرة القدم أو أي حال لا يستمر إلى الأبد كل الأمور متغيرة وفي عالم رياضة وكرة القدم التغير سريع جدا ودوران الأمور وعجلة الزمن باللاعبين والنجوم سريع جدا عشان كده بنقول بنتمنى كل التوفيق ما نعرفش الأمور هتسير في أي اتجاه القرار هيكون طبعا شركاء في المسؤولين عن أمور كرة القدم في كل شيء هيتخذ في حينه لسه متبقي وقت طويل في عقد نجمينة شريف إكرامي خلال هذه الفترة ما هي الحسابات الفنية اللي هتكون عند النادي الأهلي القرار هيكون للمسؤولين في التخطيط لكرة القدم والجهاز الفني ورؤيته بشأن نجمينة حارس المرمى صاحب الخبرات الكبيرة كابتن شريف إكرامي وأيضا رغبته هو نفسه كلاعب وحارس مرمى صاحب خبرات كبيرة هل هيعيد حساباته هل هيلاقي عروض تديله أو تحقق له هذا الهدف اللي بيأس عائلي المشاركة من جديد وعدم البقاء على ديكة البودلاء أو عدم البقاء كبديل في الفترة الجاية سواء في النادي الأهلي أو في النادي آخر كل دي أمور سابق الحديث عنها ولكن مبدئيا شريف بيتكلم بمنتهى الاحترام وبما هو معروف عنه ولائق باسمه واسم عائلته وجذوره الممتدة لسنوات وعقود طويلة داخل النادي الأهلي وبالتأكيد بنتمنى الأفضل لمصلحة الطرفين نجمنا الكبير شريف إكرامي وأيضا مصلحة النادي الأهلي والأمور الفنية في الفريق كل دي حسابات ستحسن في المدى أو في الفترة الزمنية القادمة إن شاء الله وأكيد بنتمنى الأفضل للنادي الأهلي الكيان الكبير ولكل نجومه ومنهم بالتأكيد نجم غالي وعزيز علينا جميعا وإسهاماته لا تحتاج إلى التعريف بيها أو الحديث عنها هو حرس المرمى المتميز الكابتن شريف إكرامي شكرا